عندما يكون المنصب تشريفا لا تكليفا والرئاسة مغنما يسلب يصير الأمر أشبه بشريعة الغاب حيث السيادة للقوي ولأن العراق بلد أبعد ما يكون عن القانون ترى ما لا تتوقعه كشعب تظاهر أعزل أكثر من خمسة أشهر لاقتلاع منظومة حكم فاسدة فإذا بالفاسدين أنفسهم يتصدرون ليبدأ الإصلاح وأي إصلاح؟ إصلاح قنابل الغاز والرصاص الحي يتصرف الساسة في العراق وكأنهم في كون موازن لا يدركون أن العراقيين قد وصلوا معهم نقطة لا عودة فيخرجون محمد توفيق علاوي كمرشح يرضاه الشعب بينما الأخير ملأ الدنيا هتافا بإسقاطه ثم يجبر علاوي تحت ضغط التناطح الحزبي على الاستقالة والاعتذار عن تشكيل الحكومة مرة أخرى يكرر شركاء العملية السياسية الأمر ذاته مرشحون مرفوضون بالإجماع يراد فرضهم بالقوة على الشارع الغاضب ولأن العملية السياسية لا تمررها إلا الصفقات المشبوهة واجتماعات الفساد المظلمة يختلف أركانها في كل مرة على اقتسام الكحكة فريقان أحدهما إيراني صرف والآخر مقرب من إيران يتسابقان لنيل رئاسة الحكومة فيرشح الأول ممثلا بزعيم ميليشيا بدر هاد العامري وزعيم اتلاف دولة القانون نور المالكي وزعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي يرشحون محافظة البصرة أسعد العيداني لتشكيل الحكومة الجديدة صحيفة الانتبنتد البريطانية بنسختها العربية قالت إن هذا الفريق يضغط على رئيس الجمهورية لتكليف العيداني وإن لم ينجح بتمريره سيتجه نحو ترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل لرئاسة الحكومة الخطو الثاني المكون من عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي يتبنى ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي للمنصب وإن أخفق يقدم النائب في البرلمان عن تيار النصر عدنان الزرفي من الأسماء والعناوين يستطيع القارئ للمشهد السياسي في العراق أن يرى تشبث الأحزاب بالسلطة واستهتارهم بدماء العراقيين المراقة في الشوارع بل ويراهنون على كبح إرادة الشعب بطرح أسماء سبق وأن رفضت جميعها لكونها شاركت وتقلدت مناصب في العملية السياسية تراهن السلطة على سلاحها ويراهن الشعب على نفسه فأي الفريقين أقرب لغايته يقول التاريخ إن الشعوب تنتصر إذا صدق منها العزم وتبين الهدف